اشتركوا في القناة التي تتيح للتحدث عن مشاركتي في المنتدى الثالث للشباب الصيني والعربي حيث شهدت الجلسة الأخيرة في المنتدى نقاشات ثرية وحوارات ملهمة لتعزيز واقع الانفتاح والتعاون الشبابي العربي الصيني والتي أكدت على أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية كعامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات العربية الصينية فيما شهدت المنتديات الفرعية التي عقدت على هامش المنتدى الرئيسي نقاشات حول مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الحضارة العالمية وبرنامج زيارات الشركات المحلية بمدينة شوهاي وما لها من دور في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخات الإيجابية لمزيد من التعاون العربي الصيني وقد تقدم خلال الجلسة الأخيرة باختراح لإنشاء مركز أبحاث وابتكار مشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تركز على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكال الصناعي والروبوتات والتكنولوجيا الخضراء وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مسارات التعاون الشبابي العربي الصيني العمل معا على مشاريع تعالج سحديات عالمية مثل ندرة المياه والطاقة النظيفة كما اقترح إطلاق برنامج سفراء الشباب العربي الصيني وذلك من خلال اختيار مجموعة من الشباب السياسيين المتميزين من كل الطرفين ليكونوا سفراء ثقافيين يتولون تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة بين الجانبين والعمل على تعزيز العلاقات العربية الصينية في كافة المجالات كما اقترح إنشاء صندوق مالي مشترك لدعم المشاريع الابتكارية التي يتعاون فيها الشباب من الصين والدول العربية لا سيمياما في المشاريع التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة نعم سيد الكريم ما هي أهداف المنتدى وأهميته في تعزيز العلاقات العربية الصينية بشكل عام والعلاقات أيضا الصينية البحرينية بشكل خاص طبعا شكل هذا المنتدى منصة مهمة لعرض وتبادل الآراء والخبرات بين الشباب من مختلف الدول بما يعزز من أواصر التعاوم والتفاهم المتبادل بين جمهورية الصين الشعبية الصديقة والدول العربية في مختلف المجالات إن مملكة البحرين ومن خلال الرؤى الملكية النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه تسعى لتعزيز علاقاتها مع جميع الدول وفي مقدمة هذه الدول جمهورية الصين الشعبية الصديقة كما تسعى المملكة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين كافة الدول لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والتحولات الاقتصادية والتغيرات المناخية والأزمات البيئية والغذائية وتعتبر جمهورية الصين الشعبية من أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين وأكبر شريك استيراد للمملكة حيث تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة وقد توجت هذه العلاقات التنائية المتميزة بين البلدين الصديقين بتدشين البيان المشترك بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في عام 2024 الأمر الذي يسفع نحو تعميق آفاق التعاون الثنائي الوثيق ويفتح مسارات مثمرة للنهوض بالشراكات التنموية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها تعميق التعاون في المجالات الشبابية نعم من مدينة شهاية الصينية سعدة سيد علي حسين الشيهبي عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر